السلام عليكم أحباتي الكرام وصلنا الآن إلى الدرس الثاني والثمانية مع كلمة مهمة جدا كلمة between سوف نتعلم استخداماتها في جمل وأهم المرادفات فقط في دقيقتين أما الآن اضغط على عجاب اشترك في القناة فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس المجانية حين نشرها ركز معي جيدا الآن حتى نحصل على أكبر فائدة من درس اليوم كلمة between بين فيما بين أو في الوسط between between جيد نأخذ المثال الأول if you have to choose between two or three different options if you have to choose إذا كان عليك الاختيار if you have to choose إذا كان عليك الاختيار between بين two or three بين اثنان أو ثلاث different options خيارين أو ثلاث خيارات different options خيارات مختلفة نأخذ المثال الثاني that is the only that is the only difference between them that is the only difference between them that is the only difference between them هذا هو الفرق الوحيد بينهما حاول الآن أن تكرر هذه العبارة والعبارة السابقة بصوت مرتفع لكل عبارة خمس مرات حتى تتقنها باللفظة الصحيح واكتبها في كراسك أيضا that is the only difference between them that is the only difference between them جيد جدا نأخذ أهم مرادفات كلمة between among among بين through من خلال separating فصل and within ضمن كلمة between الآن نضعها في جملة استخدمها في جملة واكتبه أسفل هذا الفيديو في التعليق حتى استفاد من الآخر between between استخدمها في جملة شكرا لك على المتابعة وانتظرنا في الحلقة القادمة الحلقة 83 مع كلمة جديدة beyond beyond كلمة جديدة ومهمة سوف نكتشف جميع أسرارها فقط في دقيقتين أيضا اضغط العجاب واشترك في القناة وشارك الفيديو لجميع أصدقاء شكرا لك وإلى اللقاء في الدرس القادم موسيقى موسيقى